بدي يقوله وقاله عليها بما يحصل بالمنطقة هو انه الاتحاد السوفيتي نهار وهو عنده اكتر كمية من السلاح النووي راح اعطيك الرقم الاتحاد السوفيتي وبعده هلأ مع روسية من يستخدمهم جنفة صوء ان ديريكت رئيس بوتين 4630 قنبل نووي بالوقت اللي امريكا عندها 2468 نتصور انه الاتحاد السوفيتي نهار وعنده 4000 قنبل نووية هيا عم قولة اللي هلأ محاسبين حيلا انه ازا عندهم سلاح هن بسطروا على العالم لا يا حبيبي تبقى كيف اللي منه الاسلاح اكيد بساعد بس ازا ما عندكش قوة اقتصادية يعني دخل الفرد بالولايات المتحدة هو 48000 دولار بالسنة دخله بالاتحاد السوفيتي 4000 ما شوف هلأ من يوقعت شي ذاته بالجول في المنطقة وهي معروفة مين يعني جول من تمسط انها بدأت تشتغل بالسلاح وبالزرة وبالصواريخ وكذا وما تخل الفرد هنده شو متل روسية واهل عالشي هيدا يعني عم نحكي عن ايران صح صح ايران باللي تنتبه انه السلاح واحده ما بيخليها تصير قوة كبرى في العالم السلاح ما خلش الانتحاد السوفيتي يبقى مكانه لانه سقوط الاقتصاد سقط الدولة لانه الشعب ما فيه يكل صاروخ ما فيه يكل نبوية اذا طرح المطروح الآن شوه ان يكون الاسلام ويقوم مقام الاتحاد السوفيتي وهذا يطرح دور الاسلام في القرن الحادي والعشرين وانا منقول لك من الان وهذا التاريخ القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الاسلام بامتياز وولاً بقول الاسلام بشكل عام بس بقصر الاسلام السني لأنه هو بشكل 85% من مسلمي العالم في حين الشيعة بشكله 15% فإذا الإسلام السني ديمولاج القاعدة الكبرى اللي تحتها بدي أحكي الآن معك اليوم هي التالية إن الديمغرافيا هي التي تصنع التاريخ إن الديمغرافيا هي التي تصنع التاريخ وبما أن العالم الإسلامي يتطور ديمغرافيا بشكل متسارع أكثر من كل الشعوب ومن كل الديانات وسيصبح الإسلام الدياني الأولى في العالم في هذا القرن فيصبح الإسلام له الرأي الأساسي والأكبر في تقريب الإسلام يعني اليوم أستاذ دكتور نبيل خليف نحن عنا حرب ديمغرافية هناك سباق ديمغرافي في العالم وأقصت بالكلمة سباق نعم مثل كان عنا سباق في التسلح اليوم صار عنا سباق في ديمغرافيا صح صح السيطرة على العالم السيطرة على العالم إذن الديمغرافيا فإذا أنت ما كنش ناقض الشيء لقلده قبل لما تجي ديمغرافيا هي الأساس حط حد الاقتصاد وقف العمود شب كيف رح نشوف إلى أي مدى في تناسق بين الديمغرافيا والاقتصاد تصنع التاريخ إذن قرن 21 قلت لك هو قرن الإسلام الديانة الإسلامية ستكون الديانة الأولى في العالم ديمغرافيا بعدين خلينا نكفي الاقتصاد ثلثين احتياط الطاقة في العالم موجودة في العالم الإسلامي ثلثين يعني خمس ستين بالمية من النفط والغاز في العالم موجودة في المنطقة الإسلامية هيدا بيعطيك الاقتصاد لاذا شو بده يقوى اللي بيقوى الديمغرافيا الاقتصاد موجود حدا تالت شي القارة التي توجد فيها الإسلام على خريطة الكرة الأرضية من المغرب إلى اندونيسيا بيسميها هاريكي سنجر قارة الوسط قارة الوسط وبيقول بيكتبوا إن من يساتر على قارة الوسط يساتر على العالم من هون بياد برحيله وإنه أمريكا لازم تساتر على قارة الوسط مش من يقول لأجوة يشجع عرفت كيف يعني المسلمين بعدين هذه الديانة الإسلامية هي ديانة حية بإيمانها وإيديولوجياتها يعني عندها ديناميك مثل ما نعرف شفتم كيف يصلوا المسلمين اجمعوا هذه الخمسة الديمغرافيا والاقتصاد والوسط والحيوية بتشوف شو مستقبل القرن الحادي والعشرين يعني هو مستقبل إسلامي سيكون فيه الإسلام على الأقل هو الجهة التي تقابل الولايات المتحدة في النظام العالمي الجديد للقرن الحادي والعشرين وأكثر الصراع اليوم شو دكتور نبيل صراع لعدم سيطرة العالم الإسلامي على العالم صح صح ما يحدث الآن سيد ديان عكيد قلت لي شيل بيدال على الزكاء في الاستنتاج الآن كل العالم كل العالم أنا كتبتها بكتبي استهداف أهل السنة المقدمة حطيتها طاحت عنوان كل العالم في مواجهة أهل السنة وحطيت كل الأقليات وحطيت اليهود وأقليات الشيائية وكل الشياء وحطيت المسيحيين بالدول المسيحية الأرثوذكسية لا شو بيعمل علاءات بوتين علاءات وإن علاءة بهالموضوع كمان والكسوليكية وأوني بدي أقول لك الشغلة بالكسوليكية والأنجليكانية والبروتستانطية الأمريكية كل هؤلاء يخشون الآن من الديموغرافيا السنية ويحاولون أن يواجهوها من الآن بالطريقة المناسبة ثم بعد أنش يصال وقت ويكونوا أخذوا على حين غرى بالطريقة اللي بيقول عنها كيف الهجرة الإسلامية السنية إلى أوروبا أيضا تأتي في هذا الإطار عم نحكي عم نشوف على مواقع التواصل عم نشوف على التلفزيونات هذه الطحشة إذا جازب تعبير خاصة في بلجيكا هناك حديث عن يعني محاولة لإقفال كنائس داخل بلجيكا كل شيء هذا الضمن الصراع الديني الصراع الديني صح صراع الديني بطل في